السلام عليكم طلابي الأعزاء كل عيد وإنتوا بخير إن شاء الله اليوم عنوان المحور بدرسنا المجال الجغرافي للعالم العربي عنوان الدرس الموارد الطبيعية المياه مصادرها الميزان المائي مشاكل استثمارها افتحوا الكتاب صفحة 194 الإشكالية يعاني العالم العربي من نقص 1% وذلك يعود لتتعوامل منها طبيعية سياسية اجتماعية ديمغرافية واقتصادية كيف تتوزع المياه في العالم العربي ما هي مصادرها كيف نعرف الميزان المائي ما هي أبرز مشاكل استثمار المياه في العالم العربي الأهداف التعلمية التعليمية يصبح التلميذ قادر على كراءة خريطة المائية في العالم العربي وحدد مصادر المياه في العالم العربي أوضح مفهوم الميزان المائي للعالم العربي وأوضح مشاكل استثمار المياه في العالم العربي النشاط الأول يحقق الهدفين الأول والثاني في هدين المستندين نلاحظ هنا نفس الشي بالكتاب مستند 1 ومستند 2 صفحة 194 حدد طبيعة المستندين رقم 1 و2 رقم 1 خريطة ورقم 2 خريطة موضوع كل منهما رقم 1 توزع المتساقطات في العالم العربي مستند 2 موضوعه الأنهار الأساسية وخزنات المياه الجوفية في العالم العربي في هذا المستند حدد المناطق الطبيعية التي تتلقى معدلات متساقطات تقلوا عن 100 مليمتر في السنة طبعا احنا طلعوا فيها نحن مشواتها عنكم هون بالباوربوينت فيكم طلعوا بالكتاب بمستند 1 من خلال مفتاح الخريطة ببينوا عنكم المياه الأقل من 100 مليمتر هون هي المناطق الصحراوية يعني بس نقول مناطق الصحراوية يعني الصحراء الكبرى الممتدة من البحر الأحمر حتى المحيط الأطلسي عنا معظم مساحة شبه الجزيرة العربية مستند آخر هنا حدد المناطق التي تتجاوز فيها كمية المتساقطات 500 مليمتر كمان هذا منعرف من خلال مفتاح الخريطة عنا المناطق المتوسطية والمناطق المدارية الرطبة ونحن أخذنا بالدرس السابق عن البيئات وانتشارها مفروض بكونوا يعني عارفين أين تنتشر هذه البيئات إذا لاحظنا المناطق المدارية الرطبة يعني عنا جنوبي السودان جنوبي موريتانيا وجنوبي غربي شبه الجزيرة العربية طيب عنا وسل المناطق المتوسطية عنا سواحل المغرب العربي الممتدة من تونس حتى المغرب وعنا السواحل الشرقية للبحر المتوسط يعني سوريا لبنان وفلسطين طيب هنا استنتج الصفة التي تميز معظم المساحة العالم العربي هي أن المساحة جافة يعني يتلقى العالم العربي كميات قليلة من المتساقطات كل معدلها السنوة عن 200 ملي متر لذلك فهو من المناطق الجافة طيب في هذا المستند أذكر أسماء الأنهار العابرة السلاس في العالم العربي عنا النيل نهر النيل نهر الدجلة والفرات ماذا يعني أنهار عابرة ماذا يعني أنهار عابرة عابرة يعني أنهار تنبع من خارج حدود العالم العربي طيب في هذا المستند حدد الدولة التي ينبع منها كل من هذه الأنهار نهر النيل ينبع من أوغندا وأسيوبيا طيب عنا ونهر دجلة والفرات نهر الفرات قبل ينبع من تركيا خارج العالم العربي وبصب طبعا بشط العرب هلأ بنحكي عنه بالتفصيل عنا نهر دجلة والفرات ينبعان من تركيا ونهر النيل ينبع من أوغندا وأسيوبيا هون بيسألنا سؤال حتى الدول العربية التي يعبرها كل من هذه الدول يعني الدول اللي بمر فيهم هادي الأنهار منقول نهر النيل لإنه ينبع من أوغندا وأسيوبيا يجري في السودان ومصر ويصب في البحر المتوسط نهر الفرات ينبع من تركيا خارج العالم العربي ويجري في سوريا والعراق ولكن نهر دجلة ينبع من تركيا ويجري في العراق هنا حدد المسطحات المائية التي ينتهي فيها كل من هذه الأنهار طيب منقول بيلتقي نهر دجلة والفرات في مجرى واحد يسمى شط العرب ويصب في الخليج العربي هذا هو المسطح المائي عنا نهر النيل يصب في البحر المتوسط هذا هو المسطح المائي البحر المتوسط في نهر النيل طيب سؤال آخر حدد الاتجاه العام لنهر النيل ومصار كل من دجلة والفرات يعني كيف اتجاههم من المنبع إلى المصب نهر النيل من الجنوب إلى الشمال يعني من المنبع إلى المصب منطلع نتبهوا نهر دجلة والفرات من الشمال الغربي إلى الجنوب الشركي لنطلعنا نحن من المنبع إلى المصب طيب في هذا المستند من خلال مكانة المستندين رقم واحد واثنان استنتج أسماء الدول التي تركز فيها خزنات المياه الجوفية إذا طلعنا برقم واحد ومنشوف الخزنات الجوفية اللي بتتركز الدول التي تتركز فيها خزنات المياه الجوفية بمستند اثنان منشوفها منلاحظ أنه قبل أو نشيل المياه الجوفية هي نوعين ممكن استغلالها يكون قريب من السطح ومنها نوع آخر في أعماق الأرض لا يمكن استغلالها لاحظوا بآسيا بالمستند الثنين لدينا بالسعودية طيب لدينا بالشطر الأفريكي لدينا خزنات المصر وليبيا والجزائر طيب حتد مصادر المياه التقليدية والغير التقليدية في العالم العربي بعد ما حكينا عن حللنا الخرائط ما نستنتج المصادر التقليدية والغير التقليدية العربية المصادر المياه العربية عنا مياه تقليدية ومصادر المياه غير تقليدية استنتج المياه المصادر عفوا استنتج مصادر المياه العربية التقليدية المتساقطات ولاحظنا أن المتساقطات كليلة جدا بالعالم العربي بسبب شو سيطرة المناخ الصحراوي عنا الأنهار وعنا المياه الجوفية وعنا الأودية السيلية التي تتشكل في بعض السحاري وهي مجار مائية مؤقتة تجف بعد توقف الأمطار الفجائية أما النوع الثاني المصادر للمياه العربية الغير تقليدية يعني مياه مكررة ومياه محلات مياه مكررة معالجة مياه الصرف الصحي والمياه المحلات هي تحلية مياه البحر طبعا هذين النوعين يحتاجان إلى موارد مالية ضخمة وما منشوفها موجودة إلا فقط ببعض دول الخليج العربي تستخدم أغلبها في بعض المجالات الزراعية